نبدأ هذا النقاش بانضمام ضيفي من بغداد دكتور إحسان الشماري أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد معي من لندن طالب عواد الباحث السياسي مرحبا بكما البداية من بغداد دكتور الشماري إلى أي مدى بالفعل كانت هذه النتائج الأولية مفاجئة وليس على ما توقع الأحزاب وحتى الشارع شكرا لكم على الاستضافة هي متوقعة خصوصا كمراقبين هنا نتحدث على مستوى الكتلة التي تمتلك كتلة جماهيرية متماسكة كالتيار الصدري وأيضا الديمقراطي الكردستاني وأيضا طبيعة التوجه الأخير بالنسبة لشارع السني نحو السيد الحلبوسي حتى الخسارات كانت متوقعة خصوصا في ظل تراجع أداء القوى التقليدية كالفتح وغيرها من القوى السياسية الأخرى خصوصا وأنها أنتجت إلى حد كبير خطاب لا يرتقي إلى المرحلة بالإضافة إلى ذلك وجود أخطاء كارثية تسببت بها هذه القوى لكن الغير متوقع هو فوز دولة القانون بمقاعد تصل أو تفوق على 37 مقعدا وهذا بحد ذاته له أسبابه ومبرراته في العملية الانتخابية مع ذلك رغم هذه النتائج التي ظهرت لكن يبقى التوافق سيد المشهد خصوصا إذا ما نظرنا بعدم إمكانية وجود كتلة تمثل النصف زائد واحدة التي تؤهلها لتشكيل الحكومة وهو ما يبدو غائبا دكتور على ضوء التشكيكات الحاصلة سنفصل أكثر بهذه النقطة لكن أذهب إلى ضيفي السيد طالب سيد طالب إلى أي مدى بالفعل هذه النتائج كانت متوقعة كما يقول ضيفي بمن فاز وبمن خسر وإلى أي مدى ستخلط الأوراق ما بين الأحزاب السياسية تحياتي سيدتي لك ولمشاهدي قناتكم الكرام والضيف العزيز أهلا بالتأكيد أكو مسألة في غاية الأهمية في هذه الانتخابات في هذه المحطة في تاريخ العمل السياسي الحديث يعني من بعد سقوط النظام ولحد الآن هذه المحطة وهي معاقبة الشعب العراقي للقوة المتنفذة معاقبة بشكل جلي وواضح من خلال سير الأحداث أي بمعنى آخر هذه المعاقبة تمت من خلال مسألة في غاية الأهمية هي عزوف المواطن العراقي عن الدخول في هذه الانتخابات أيضا عوقبت هذه القوة من خلال صناديق الاقتراع أي بمعنى آخر سأكون صريح معك ومع المشاهد ومع الأخ الشمري هو أنه المشروع الإيراني في العراق انتهى هذه مسألة يجب أن يدركها الشعب يعني الشارع العراقي يدرك هذه الحقيقة لكن يجب أن يعرفها السياسي العراقي المشروع لإيران انتهى في العراق رفض جماهير العراقية من خلال صناديق العراق من خلال صناديق الاقتراع بمعاقبة هذه القوة معاقبة كانت معاقبة جدا جدا كبيرة يعني أكو شخصيات سيد طالب عندما تتحدث عن أن المشروع الإيراني انتهى وهذا ما تظهره نتائج هذه الانتخابات هل ستقبل إيران وأذرع إيران بالعراق بذلك؟ هو هذا السؤال المهم في هذه الدحظة الآن هناك معلومات عن تنازل المفوضية نتيجة الضغط السلاح نتيجة الضغط السلاح ستعيد ترتيب بعض الأوراق بإعطاء بعض القوة بعض الامتيازات أو بعض التنازلات هذا لغة السلاح لأنه الآن ظهرت تهديدات من قبل هذه القوة المنفلتة ولذلك العراقي كانوا ينادون بالمقابل الصدر هل سيقبل نتيجة الضغط كما تقول على المفوضية؟ نعم الصدر إذا قبل بالسبعين يقبل بالسبعين يتنازل ثلاثة أربعة ما مشكلة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي لذلك العراقي كانوا ينادون كل العراقيين أنه كيف تكون انتخابات وتحت سلاح منفلت وتحت ميليشيات مرتبطة بمشروع إقليمي هذه الحقائق كان كل العراقيين يرفضونها من خلال كل التوجهات يعني التشرينيين السياسيين بكل السياسيين العراقيين ضحايا كثيرين قدموا من أجل أنه الخوف أو إنهاء دور السلاح المنفلت والآن ظهر السلاح المنفلت اليوم التهديدات لو سيدتي تتابعين التهديدات من قبل هذه القوة الميليشيوية غيرت المفوضية وأعطت بعض التدازلات للفتح والمجموعات الأخرى هذه المسألة في تحديري في غاية الأهمية لذلك يجب أن نراعي أن صحية مفوضية في بدايتها أول مرة هكذا تقوم بها انتخابات فنية إلى حد ما مضبوطة لكن ما بعد الانتخابات هو الخطورة وكنا نحذر من ما بعد الانتخابات وسنتحدث عن خارطة الطريق ما بعد الانتخابات لكن أبقى معي الآن دكتور إحسان أعود إليك ضيفي يتحدث عن انتهاء المشروع الإيراني الآن بحسب ما أفرزته نتائج هذه الانتخابات لكن يتحدث أيضا عن ضغوطات تمارس على مفوضية الانتخابات لإحداث فارق ربما لصالح فتح أو غيرها من التيارات ما رأيك بذلك ابتداء تحياتي الأستاذ طالب وأتفق معه بشكل كامل بما طرحه خصوصا الآن إذا ما نظرنا إلى التصويت العقابي أو عملية الثأر من حلفاء إيران هي المؤشر الأكبر على هذه الانتخابات هذا من جانبه ومن جانبه آخر حتى على مستوى الشارع الشيعي هناك صعود لتيار الشيعي القومي بالتحديد وهذا بحد ذاته كان أساس في عملية وخسارة هذه القوى من تقصد بالشيعي القومي دكتور إحسان؟ هنا نتحدث عن أن هذه الفصائل بواجهاتها السياسية أدخلت العراق في مشاريع خطرة كانت جدا على الداخل العراقي استخدمت الجغرافية العراقية جزء من تصفية الحسابات السلاح الذي بات يهدد أمن العراق وأيضا قضية الولاء إلى الخارج هم يعلنون أنهم ملفاء لإيران تتحدث عن صعود التيار الشيعي القومي اليوم من هو هذا التيار؟ وما الفارق الذي يشكله على المشهد السياسي بصعوده؟ يعني إذا ما نظرنا على الواجهة السياسية نلحظ بأن سيد مقتدى الصدر هو قد تبنى هذا الخطاب يعني هنا تحدث سياسيا لكن لا نتحدث عن جهة سياسية بالتحديد وإنما نتحدث عن تيار شعبي هذا هو المهم يعني عملية المعاقبة هو يعني موضوع من وجهة نظري ملفت جدا هو أن يكون هناك قطيعة ما بين حلفاء إيران وما بين القاعدة الجماهيرية لهم الذي يمثله الشارع الشيعي ولذلك تجدين بأن عودة العراق للمنظومة العربية هي جزء من عملية صعود هذا التيار بالتحديد يعني ومن ثم معاقبة حلفاء إيران في الداخل العراقي إذا ما تحدثنا دكتور عن الصدر يعني هو موجود منذ زمن وهو يسهم باختيار رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات فما الجديد ما الذي اختلف اليوم بالمشهد خصوصا وأنه بكل خطاباته حتى قبل بدء الانتخابات كان يتحدث بثقة عن أنه سيتم اختيار رئيس الوزراء المقبل المختلف أولا بأن التيار الصدري هو الكتلة النيابية الفائزة الأكبر عددا طبيعة القانون الأخير للانتخابات في المادة 45 في هذا القانون بالتحديد رقم 9 لعام 2020 لم يسمح بعملية الانتقال ومن ثم سيكون رئيس الجمهورية ملزما بتكريف الكتلة النيابية الأكبر عددا طبعا الفائزة هذا العدد الذي يمتركه أو تمتركه الكتلة الصدرية الآن هي ليست مقاربة إلى الفتح مثل ما في العام 2018 أو حتى باختيار رئيس الحكومة السابق الآن هناك فارق كبير نتحدث عن أقوياء المكونات وهذا يتيح مرونة أكبر للتيار الصدري لفرض شروطه واشتراطاته على بقية القوى الشيعية وحتيار التحالفات الآن هي نورة الأرقام تتحكم سيد طالب أعود إليك اليوم ما هي مبررات رفض النتائج التي تسوقها مجموعة الإطار التنسيقي برأيك تقديري لأنه الخسارة فادحة كبيرة جدا يعني خسارة ليس بالسهولة بمكان يعني أضرب ليس على سبيل المثال يعني مو فقط الفتح النصر يعني النصر مجموعة العبادي من أربعين مقعد إلى مقعدين يعني وأيضا السيد عمار الحكيم من عشرين مقعد أو ثمنتعش مقعد إلى مقعدين أيضا جانب السني هناك شخصيات جدا جدا كبيرة بالعملية السياسية منذ احتلال العراق لحد الآن كانوا يعني بالمشهد السياسي سقطوا في هذه الانتخابات على سبيل المثال النجيفي في الموصل رغم كل إمكانياته المالية وكل علاقاته لكن سقط أمام شاب صغير هو اسمه سلطان هاشم يعني خالد سلطان هاشم فهذه المسائل كلها مؤثرة هي أنا أرجع وأقول على كلمة معاقبة يعني كان بهذا الجانب أو كان بهذا الجانب الآن الشارع العراقي سيدتي بالعقل الجمع العراقي بالعقل الجمع العراقي يرفض هذه القوى المتنفذة خلال 18 سنة هذه القوى لم تقدم أي مشروع العراقي لكن سيد طالب عندما تتحدث عن رفض لهذه القوى المتنفذة اليوم الكل يرى بأن الخارطة هي نفسها الأحزاب هم نفسهم التيارات ذاتة اليوم تحكم ربما اختلفت تضاريس هذه الخارطة ليس أكثر بالتأكيد هذا التراكم النضالي يعني أسمي تراكم نضالي يحتاج إلى فترات زمنية لكن هذه هي البداية يعني هذه البداية المقاطعون 60% وقد يكون أكثر بالرقم الحقيقي تقول ممثلية الأمم المتحدة أن القوى الانتخابية لا تتجاوز 33% هم يقولون 41% و40% لذلك هذه المقاطعة أرجع إلى مسألة المقاطعة هذه المقاطعة يجب أن تحسب لها حساب في المستقبل قد بالمستقبل تنظم قواها تنظم إمكانياتها تنظم طاقاتها تخوض الانتخابات خاض الانتخابات السيد على الركابي بالناصرية شخص إنسان لا مدعوم من قوة سياسية ولا وراء حزب سياسي فاز بنسبة عالية بحدود عشرة مقاعد بالإضافة إلى عصولها على 29 ألف ناخب في الناصرية أي بمعنى آخر هذه المسائل تحتاج إلى تراكمات هذه التراكمات النظالية أو أسمي خلأ أسميها تراكمات فعلاً نظامية هذه المقاطعة هي جزء من نظال الشعب العراقي الآن قضية السلاح لدى هذه القوة المنفلتة أو القوة الميليشياوية تختلف الشعب العراقي ما عندها غير أسلوب المقاطعة أو الأسلوب السلمي خلأ أسمي لذلك في تقدير يحتاج إلى فترة زمنية لإزاحة هذه المكونات التي فشلت في إدارة الدولة والمجتمع العكس هو الصحيح قاموا بشد المجتمع بشكل طائفي مقيت بشكل شد طائفي مقيت بحيث يقال هذا رئيس وزراء دولة لمدة ثمان سنوات يطلع بالإعلام يقول حرب يزيد ومعاوية كيف يريد أن يبني بلد بلد وطني بلد دولة المواطنة يتكلم عن يزيد ومعاوية عن يزيد والحسين قبل أربع ألف واربعمل سنة هذا عادي القوس ربما طحيت بالانتخابات التشريعية دكتور إحسان هناك من يرى بأن ما حدث اليوم هو مرتب مسبقا ويهدف بجوهره إلى إحداث تصادم ما بين الشيعة أنفسهم ما رأيك لا أتفق إذا ما قصدت سيدتي بأن النتائج مرتبة قد تكون هذه العملية الانتخابية مقارزا بالآليات التي يعتبون من قبل مجالس المفوضين في الانتخابات السابقة هي الأقرب للنزاهة والشفافية لكن إذا ما نظرنا بأن طبيعة التصعيد الأخير من قبل حلفاء إيران بواجهاتهم السياسية وأيضا فصائلهم المسلحة أنا أمضي معا أن هذه ضغوط مدروسة بالتحديد الداخلية إقليمية الغرض منها هو ما يمكن أن نسميه هو تطويق مشروع الصدر بالذهاب نحو تحالف بعيد عن البيت الشيعي ولذلك إيران تجد بأن مصالحها في الداخل العراقي مهددة بشكل كبير جدا وليس من مصلحتها أن تخرج هذه الكتلة الكبيرة الشيعية منها تنظر هكذا إلى أصوات أصوات سيد مقتدى الصدر وبالتالي تجدين بأن هذه الضغوط مدروسة بشكل كبير جدا لكن قد تتحول إلى ضغوط قصوى تتحول إلى احتكاك محدود لكن لا أتصور بأن يكون هناك اقتتال لأن إيران ليس من مصطحة دكتور إحسان كيف تبعت أن يكون هناك اقتتال ما بين أجنحتها المسلحة كيف تبعت خطاب السيد مقتدى الصدر عندما تحدث عن اللاءات الثلاث والتي هي الاحتلال والتطبيع والميليشيات هل من رسائل تقرأ من خلال هذا الخطاب برأيك يعني هو هذه الشعرات وهذا الخطاب يشكل قاعدة مبادئ بالنسبة لمقتدى الصدر وأيضا للكتلة الصدرية ولذلك قد تكون هي جزء من الخطوط العامة الآن التي تبع ألا يختلف هذا المفهوم دكتور إحسان مع هذه المقاعد نتحدث اليوم عن 73 مقعد لا يعني بالنهاية هو رحب في نفس الوقت بوجود السفارات أي أن كان عنوانها غربية شرقية يعني حسب التوصيف الذي يطلقه لكن الأهم هو أن يكون هناك عدم مس بالسيادة العراقية وهذا جزء من عملية الانفتاح هو يريد أن يرمم يعني صورة قد تكون مشوشة جدا لبعض الدول الغربية ويحاول أن يصر رسالة بأن هناك نهج جديد في التعاطي لأن هو الآن مصر على الإمساك برئاسة الوزراء والحكومة العراقية سيد طالب وباختصار من فضلك اليوم هناك تشكيك والبعض وصف الانتخابات بالمفبركة فتح تقول كتلة فتح بأن سنواجه هذه النتائج مهما كان الثمن ما الثمن المتوقع بهذا الإطار وهل سنبقى ضمن الأطر القانونية والدستورية برأيك أعتقد هذا يعني هذا خليص العياط أو الصياح بالقبل هذه القوة التي خسرت هذه الانتخابات هو لمسألة واحدة فقط الحد من نشاط الصدري الخوف وهذه حقيقة يعني الصدريين الآن يتجهون إلى المجتمع العربي وخاصة الخليجي والسعودية هذا جزء من مشروع الصدر الحديث الجديد هذه المسألة تخوف هذه القوة ولذلك تريد أيضا من مسألة أخرى هذا التصعيد الإعلامي والتصعيد الخطابي هو من أجل أنه الالتزام والحفاظ على المكتسبات المالية وعدم المحاسبة هما الخوف الآن هناك قوة تريد أن تحاسب هذه الحيتان الكبيرة من خلال البرلمان ومن خلال وجودهم بالبرلمان لذلك هذا التصعيد الإعلامي في تقديري هو من أجل الحفاظ على المصالح التي حصلوا عليها والتي جنوها خلال العشرين سنة الماضية لذلك أنا أعتقد هذا التصعيد سينتهي بمرور الأيام القادمة لأنه الإيرانيين ليس من مصلحتهم التصعيد في هذا الظرف هناك مفاوضات في بغداد بين السعودية وإيران هناك مفاوضات ستكون في فينة لذلك كل هذه الأمور الإيرانيين ويعرفون بشكل ذكي أنه ليس من مصلحتهم التصعيد في هذه المرحلة أنا أعتقد هذا وسيلجمون حلفاءهم في بغداد خلال الأيام القادمة من أجل مشروعهم الإيرانيين بريماتيين مصالحهم فوق كل اعتبار سيتركون هذه الميليشيات المرتبطة بهم سيتركهم من أجل مصالحهم الذاتية شكرا جزيلا لك بغداد دكتور إحسان الشمري وأستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد والشكر موصول لك من لندن طالب عواد الباحث السياسي